موسيقى مساء الخير في بيوت كتير حوالينا لسه الزوج والزوجة مكملين فيها مع بعض عشان خطر الولاد يا ما حصل ان الزوج والزوجة بعتوا جابوا الاهل والمأزون عشان يتطلقوا او حتى راحوا لمحكمة الاسرة بس الاطفال ادروا بمحايلتهم وطريقة كلامهم اللي توجع القلب عشان خطر يرجعوا ادروا ان هم يعملوا كده وقدروا ان هم يحلنوا قلبهم بس ميرفت بطل القصة حقيقية النهاردة بناتها عملوا عكس كده تماما هم اللي بيطلبوا منها تتطلق من باباهم طب ليه طلبوا منها ده تعالوا نسمع القصة من اولها ونشوف ميرفت بعتها تقولنا ايه اسمي ميرفت وعندي 45 سنة ومعايا دلوقتي خمس عيال اربع بنات وولد ومجوزة بنتي كبيرة وحكايتي غريبة شوية محتاجة الرأيك يا سالي لاني خايفة ومحتارة مش عارفة صرف ازاي حكايتي بدأت لما اتجوزت وانا عندي 18 سنة وفي فترة الخطوبة كان باين انه حد محترم وطيب وعشان كده وفقت اني اتجوزوا واقعد معا عند حمايتي بعد جوازنا بسنة تقريبا ابتديت اعرف ان هو بيشرب مخدرات بس للأسف كنت خلاص حملت وعلى وش ولادة ما كانش ينفع ان اقول له لو ما بطلتش طلقني وكل واحد يروح لحاله كنت بقول يمكن يبطل لما ربنا يكرمنا بعيل ويقول لازم احافظ على صحتي وفلوسي عشان النعمة اللي ربنا انا عم بيها علي لكن جوزي بدأ يزيد في الشرب والمشاكل زادت ودخلنا في سكة الضرب والاهانة والغلط طب فين اهلك يا مرغت فين اهلك لما حصل كل ده ازاي ضرب واهانة بدايق قوي طب ما حاج فيهم حاول يدخل يعقلوا يرجعوا عن اللي هو فيه واللي هو مالوش كبير تعالوا نكمل بصراحة يا سالي اهلي واهله كانوا واقفين معايا وفي صفي انا وبنتي عملوا محاولات كتير جدا عشان يخلوه يعقل ويستهدى بالله فعلا الساعات كان بيبقى كويس واقول خلاص اضغيروا عائل منسل فات لكن مفيش يدوب مدة صغيرة ويرجع تاني يبقى صعب وعامل زي المجانين رغم كل اللي انا بحكي ده كنت بحبه وبغيره عليه كنت بعمل كل حاجة عشان يكون مبسوط وعيني كانت معمية عن عيوبه ما كنتش شايفة غيره ما عرفش ليه كل شوية اقول دي حبت مشاكل بسيطة وصغيرة واعتعدي مع الايام فضلت اخلف منه بنت ورا بنت لحد ما بقيت ام البنات تاني حاجة من الحاجات اللي الدايق بنت ورا بنت معقول يا مرفت هو لسه زي ما هو مكمل في سكة الشرب والمخدرات ما حستيش اني اتي عملت غريزي اكتر كان لازم نوقف خلفة طب كفاية نطلع بشيلة واحدة شيلتين تلاتة خمسة طب شو في الاول هتربيهم ازاي تعالوا نكمل انا مش عايز ازود عليكي والله بس انا بقولك حاجات صغيرة كده لازم نوقف عندها عشان لو حد تاني مكانك يسمع اللي بنقوله فضلة المشاكل تزيد وجوزي بقى بيشرب كتير لحد بقى بقى مش عايز يصرف علي ها ولا على بناته و اهلي و اهله بقى هم اللي شايلين معايا البيت و العيال فضلت الحياة مستمرة بالزق اشتغلت من بيتي كوفارة على قدي بس الاهل كانوا رفضين فكرة الطلاق نهائي كل اللي عليهم فأي مشكلة تحصل يفضل يقولوا ادعيلوا يا ميرفت جوزك في محنا يا ميرفت ربنا بتلاه وبعد تسع سنين من خلفة بنتي التالتة ربنا كرمني بحمل رابع المرة دي كانوا توقم ولد و بنت كنت فرحانة جدا اني اخيرا هجيب الولد اللي كان نفسي فيه وبعد اربع شهور من الحمل اكتشفت ان جوزي بيتكلم مع واحدة في التليفون لما دخلت عليه و قلت له هات الموبايل ده واخد رقمها عشان اتكلمها امضربني فضل يقول لي كلام صعب وكمان عيرني اني شخصيتي ضعيفة وفعلا عرفت انه كان عنده حق واني ضعيفة الشخصية لما اتخرست واسكت ده حد ما هي اللي تصل ببي عالتليفون الارضي سمعتني كلام عمري ما كنت تتخيل اني اسمعه في حياتي طبعا اهله واهلي عارفوا اللي حصل نصحوني انه غموا دعيني واسكت وبلاش اقفشه تاني ووجه لاحسن يسبني كنت طبعا حامل في التوأم ومعايا ثلاث بنات فقلت لنفسي هروح بيوم فين لو قررت امشي واتطلق هروح فين سكت لحد ما ولدت جاتلي حالة نفسية صعبة بقيت يا سالي كل شوية ادخل في نوبة عيات من غير سبب تجي لي رعشة في جسمي كله مع السنين الحب تحول لكراهية ابوه امه وابويا ماتوا وارا بعض بقيت لوحد يقصاده من بعد ما ماتت الناس اللي كانوا محننين ومخلين الحياة حلوة ومستمرة قررت اشتغل عشان اجهز بناتي اللي كبروا وبقوا عرايس بدل ما يساعدني بقى يقولي من وقت للتاني اتصرفيلي في فلوس وهبقى رجعهم لك فعلا ساعات كنت بس تلف وقل له خد بالك دي مش فلوسي انا سالفاهم عشانك فقل لي ما تخفيش هديكي وتسدي كل شوية ياخد ويصرف ما يسدش وانا مش بتعلم من غلطي برجع اتورط وسدت بداله في كل مرة ويا ريتك انا عاجب ده كل شوية كان ضرب واهانة وقلت أدب عشان بقوله يسد فلوس الناس انا عارفة اني كنت سلبية جدا بس كنت خايفة على بناتي قوي كل مرة كنت أسيب فيها البيت كان ياخد العيال مني ويقولي مش هتشوفيهم اضطر رجع عشانهم المهم بقيت أرفض اجيب له فلوس بقى له سنة دلوقتي قاعد في البيت من غير شغل مقضيها بلطجة وقتاوة وبناتي عايزيني اتطلق منه ونسيب البيت ونمشي وانا خايفة منه لانه مدمن مخدرات مش عايزة دخل اخواتي في مشاكل معاه خايفة كمان أمشي فياخد العيال مني وهو معاند ومش عايز يطلق بنتي الكبيرة دلوقتي عندها 24 سنة ومتجوزة واللي وراها على طول عندها 21 سنة والتالتة عندها 18 سنة والتوأم عندهم 12 سنة والحال دلوقتي ان هو في قوضة وانا في قوضة كل ما شوفه عصبي بتتعب هو خلاص كده ارتحمل مصاريف مش عايز يدفع اي حاجة نهائي وانا وبنتي بنشتغل وبنصرف قولولي اعمل ايه قولولي انا اعمل ايه على فكرة دحال ناس كتير قوي قوي يا ميرفت انا حاسة بيك جدا مشكلة كبيرة فعلا وحملة اربع بنات وولد حملة مش قليل وستات كتير قوي بتخاف يعني انا مش هقولكو انه بتخاف من فكرة الطلاق بتخاف من فكرة كلام الناس بتخاف انه ما تلاقيش راجل تاني فسعب بتقبل الاهانة والزل وتستحمل لاحسن ياخد العيال طب مفروض دلوقتي بقى نتصرف ازاي تدخل معاه في مشاكل وتطلب منه الطلاق ويهي لسه في نفس البيت وتانية عائل لي في قضة تانية انا بكره الرجالة اللي تروح تقعد في قضة تانية ويتمشي تقعد في قضة تانية ليه والله هي بقى اللي تاخد عيالها وتمشي ترفع عليه قضية طب شخص مدمن زي ده هل سكة المحاكم هتنفع معاك جيب نتيجة طب هو بقى رد فعله هيبقى ايه لما هي اصلا خايفة على اخوتها انهم هيدخلوا في مشاكل مع راجل زي ده استنونا بعد الفاصل قصتنا النهارده عن ميرفت اللي اتجوزت وهي عندها 18 سنة ودلوقتي هي ام لأربع بنات وولد ميرفت اكتشفت انه اول سنة جواز كده ان الجزء بيشوا مخدرات بس لقيت نفسها حامل كان عندها امل ان هو يتغير وهتدعيله بس هو ما تغيرش بالعكس بدأ يمد ايده عليها بس اهل جوزها واهلها كانوا دايما في ظهرها ووقت الخلافات ما كان بتحصل ما بينهم كانوا بيقولها معلش استحملي ودعيله بس الحاجة الوحيدة اللي ما كانوش بيطوعوا ميرفت عليها هي الطلق كانوا دايما يقولها لا استحملي استحملي يا بنتي جوزك في محنة في ابتلاء ميرفت رغم كل ده فضلت عملا تخلي بنت وورا بنت وورا بنت عندها اربع بنات وولد وبعد مدة اكتشفت ان الجوزها مش بس مدمن بيخونها وبيكلم بانت في التريفون ما بقاش بيشتغل بقى يخليها تستلف فلوس ويقول لها بقى سددهم لك في الاخر مش صددش حاجة اضطرت ميرفت ان هي تشتغل كوافارة من البيت عشان تصرف على ولادها جوزها قاعد في البيت في قوضة الواحدة بيساعدش في اي حاجة بناتها بيقول لها اطلقي منه يا مام بس هي خايفة من رد فعله ومش عايز اخوتها يخشوا في مشاكل معي ومش عارفة تعمل ايه وعشان كده منورنا النهاردة دكتور رحاب الفقي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الاسرية عشان نعرف هنعمل ايه النهاردة سيكي دكتور رحاب اهلا بيك منوران اه بارك ايه الحمد لله ايه رأيك في الزوج المدمن يعني هتكلم بقى مدمن بشكل عام في الاول مدمن بشكل عام ام ده بنعمل مع ايه ده بنتطلق من نورة طبق نا ما تهزريش تكده قفلتي للحلقة شكرا يا رحاب وقص حقيق لا بجد سعر اه صباح طب اللي بيدرب ايه الفرق هو المدمن زي اللي بيدرب اه طيب خلاني الاول نشرح نعيب مدمن الاضمان هو فكرة ان انا بعتاد على حاجة وعرفش عايش من مجرى والمادة المخدرة مش هي دي مشكلة على فكرة الاعتماد النفسي او الاعتياد النفسي على الاحساس اللي بتدهولي المادة ايان كان نوحا هو ده المشكلة مش المادة نفسية حاجة اسمها دي توكس دلوقتي عشر تيام جسمك بيرجع فل بس ما بيرجعوا بيرجعوا فيه ناس بتتعلم فل نقدر نقول عليه لحد ماك ويس شفتيها قدامك اه لب احنا بنشتعل حالات زي وبيرجعوا عادي ولا كأنه كان بيشو جسديا اه لا انا بتكلم رأي على احتياجه للمادة المخدرة لا طبعا ده بياخد عشان كده العلاجة عندنا بيقعد ست شهور الفترة الاولى ست شهور كاملة دي توكس عشر تيام اللي هو السحب المخدر من الجسم حاجة بيستمر في الجسم لمدة ستين يوم بس الحاجة مش مخدرات انت زي بتقولي كده لا طبعا حاجة مخدرات بس دي صجارة ولا صجارتين في اليوم ايه دكتورة استني بس دي لا شوفت العجب على حسب انت الحاجة بتعرف تستغني عنها ولا لا فالحشيش بدأ مش عارفها تعيش من غيره يبقى تحول ليه ادمان خلاص موضوع خلصان هو بيفضل في الجسم ستين يوم فيجي يقولك ايه انا بقى لي شهر قوي جدا ومسك نفسي وما بشربش حشيش محاجة شهر لسه جسمك فيه حشيش يعني بعد تلت شهور اقدر اصنفه ان هو خلاص تغلب على الادمان ونجح فيه لا خلص بعد قد ايه ستة سنتين نوع عشان تقولي الشخصية دي نجحت وعدت ان هي فيه نسبة انتكاسة بسيطة سنتين ولازم يمشي على البروغرام لا لا مشوار ولازم يمشي على البروغرام كامل يعني ايه البروغرام كامل حان ديه ستة شهور اولين ده يعني انت عايش في المكان ميفاش تطلعي الستة شهور التانين اللي هي اول سنة ستة شهور انت عايش هم خلاص قاعد في المكان اللي انت فيه ماشي على البروغرام في 11 او 13 خطوة بتمشي عليهم بعد كده ستة شهور انت رايح جاي على المكان اسبوعيا يعني هم بيدلوا بروغرام بيمشي عليهم وبعد كده نشوف بقى احنا هنقول عليهم ويبقى حمار حالك كده تأهيم نفسي ازاي تواجه المجتمع ولازم تغير المجتمع اللي انت اصلا طالع منه اللي كانت سبب اساسي ان المجتمع سبب اساسي في موضوع الادمان فلأ كل ده الموضوع مش طهل خلاص ناس فاكرا طب انا عايز اقالك ازاي ان انا لو انا مخطوبة اعرف انه خطيبي ده مدمن او الاهل يعرفوا ان احنا عندنا مدمن في البيت او دي بقى حكتين بقى هنتكلم عن الاهل الاول اوكي الفلوس اللي بتختفي بدون سبب انا روحت اشتريت مكر اكون دفعتهم ونسي بمعنى الامهات ممكن تيجي تقول كيف بصمرة متشكر فيها مرة في اتنين في الادمان ده ديلي هو عايز مصروف يومي او يوم بعد يوم بتاع الدوستش بتاعته او الجرعة بتاعته برافو عليك فبالتالي انا بلاحظ ان ابني بيصرف زيادة عن اللزوم دي اول علامة تاني حاجة النوم الكتير او انه هو كمان مش مركز ما بيتمش مهامه للاخر يعني لما طلب منه حاجة ما بي مش مركز فيه مش عايزة الدراسة طبعا بيقع فيها بيبدأ تحسي انه حتى ملامح وشه اختلفت بيخسه او بيبقى تحت نقسه او على حسب طبعا المادة اللي بيستعملها على حسب المدة الادمان عندنا بيقليه معايير انت بتاخد مادة ايه لمدة قد ايه سعب بيبليهم بادي لانجوجر طبعا انه بيده بيعمل حركات بتشوك ما هو الادمان مش بس على طريق الانف ممكن الحقن ممكن على طريق البلع على حاجات كتير قوي واكتر حاجة دلوقتي هي البلع الحبوب زائد الحقن دي بقى مش يس فدي مشكلة جيرة كأم انت بتلاحظي طريقة صرفه طريقة اكله طريقة نومه طريقة لبسه طريقة بشكله انت بالطبع ده وبتشمي وبتفتشي من حقي الأم انها تفتش من وراه لازم تعرف وبعدين في حاجة مهمة جدا المرر صحابه انت بتبصي على صحابه مين لما تلاقيه بدأ يبدأ عند ابن خالته عشد ابن خالته شخص ناجح بدأ ياخد حد تاني مكانه اعرف ان هنا فيه مشكلة ويبدأ يغير الكميونيتي اللي حوالي يبدأ يغير الناس اللي حوالي يبدأ يختفي عن الانظر لان هو عايز يختفي قعد مع صحاب الشارع كتير كل سلكاب بتاعته بتختلف طب الزوجة تعرف ازاي او الخطيبة اسرع واحدة ممكن تعرف اسرع من الام ازاي لان انت لو مخطوبة لحد لسي ان احلى هو بيحب امريتين بيحبه بعض انت اكتر واحدة بتعرفي اللي بدل لاني مش بتاعته ازاي من عينيه لان طبعا البقب والعين بيختلف لان قبل الجرعة بتلاقي اللي عينيه قفلت وعصب الزيادة وبيفرق عشان يتحرك من معك مش عايز يقعد معك بس ما هو ممكن يقابلني في الوقت اللي هو اخر فيه لسه اقولك بعد الجرعة اتلاقي بقب والعين واسع منور حتلاقيه حتحيث ان هو عنده طاقة زيادة هايبر عارف اللي هو شخص هوسي عايز يتحرك عايز يروح يمكن حتى في التليفون احس بالاختلاف برافو عليك اللغة بتاعته بتختلف خلي بالك برضو المدمنين عندهم دليف الكلام حتا دي مهمة جدا بس دي ممكن حتى اغلبية الرجالة ممكن عندهم انه دليف كامل لا دليف الكلام انه هو انت لما تقولي مثلا النهار ده ايه الاتنين تقريبا او التلات ده دليف الكلام انه استعابه لانه ادراكه الادمان معناها ان فيه حاجة مسيطرة عدمك هو غير واعي احنا بنتكلم عن روحي متأخرة ولا مروحي الاولانية لا الاولانية 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 متأخر ده خلاص بقى بيبان اوي بقى المتأخر ده بيبان اوي الاولي لا برضو على فكرة فيه علامات بتقول الكلام ده زي فكرة الانسلوكيات بتختلف في شغل ومش مراكس فكرة دي معروفة هو الخميس والجمع تفاريح يعني ما تأفوريش لفظ ما تتكلمي على الحشيش ولا بتتكلمي على البيلز ولا بتتكلمي على الدرين انا كله بالنسبة لي مخدرات كله بإدمان انا بالنسبة لي كله بإدمان الإدمان معناها الاعتياد النفسي على حاجة ما عرفش عايش من غيرها طب لو انا بير ويك لو انا ما هو فيه حد ما سيقولك خلي بانك هو بيشرب اوكيجن لي ما هو فيه كميونيتيز بتختلف بير ويك لمدة قدي هيقولك اول شهر هتلاقي بير ويك تاني شهر اوتوماتيك هتبقى يوم بعد يوم وهكذا ان هو اصلا الكرب مش هيقدر يستنى للويك اند عشان نشرب مع صحابه برافو عليك لانه هو مستني الدوبامين الخارجي المصدر بتاع السعادة الخارجي مستحيل تلاقيه لمدة سنة حتى الالكول طبعا الالكول ده قصة تانية بقى وموضوع تاني خالص انا بشرب اوكيجن لي لما يكون في نيو يير لما يكون في مش عارف ايه ده بقى لو ده بيشرب اسألي هيقولك لا انا بقى لي فترة بس بيجي اول ما يزعل اول ما يزعل اول ما يزعل اول ما يبقى في سترس اول ما يبقى عنده مشكلة اول ما يبقى فاضي هتلاقي بيعمل ايه اوتوماتيك اول حاجة يعملها درينك على طول ايه لا بيحصل لا انا قصدي نو ده نو وي يعني ربنا يبعدنا بس اقولك الحاجة اللي كانوا بيشربوا الكل وصلوا للمواد مخدرة والله العظيم ايه طيب ده اوتوماتيك ده ده اي بي سي وهو دي دي مرحلة ما احنا هي انت بتستارت من الاول بدرينك للسيزون فسحة فروجة عشوى ايا كان اوكيجنل ايه بعد شوية تعودت على الاحساس بقيت احرق في الاماكن اللي كلها فيها درينكس ده بعد شوية اتت اعمل ايه ابدأ اشرب بزيادة بعد الشهر اللي بعد زيه اللي بعد التالت الرابع انا بقيتش اوكيجنل اللي بقى خلاص انا بقيت باعتمد عليه انه يديني الاحساس الله النشوة المزيفة المرتبطة بالالكوحول او بالسجارة او بايا كان المخدر فاهمت الفكرة انا كده خدت بقى ايه دي دي الجذوبة بتاعت اي حد قولك دي سجارة الجذوبة بدي حباي الجذوبة بتاعت الدرينك الاولين فلا كده انا اخدت بقى رأي العلم تعين شوف رأي الشريع المصري هيولينا ايه بقى في حكاية مرفة النهارد اه يالله انا شايفا ان هي ما ينفعش تحاول تاني هي بقى لها 45 سنة بتحاول فما ينفعش تحاول اكتر من كده وبيضبها وبيهنها فشايفا انك فاهم حولات لو بلغت عنه اكيد هيجيب نتيجة لاني عمتن القانون دلوقت واقف مع الست بنسبة كبيرة جدا فهي في الاغلب هتجيب حقها وهي عندها بنت كبيرة متجوزة ووقفة معيها وعيالها التانيين هما من الصغيرين هو الغلط من اهلها ان هما من الاول ما سألوش عليه لو كانوا سأله ممكن يكونوا كانوا عرفوا وحتى هي بعد الجواز انت عرفته وقفي خلفة وخلصي بيه لكن هي استمرت معي بدفع الحب اهلها ما نصحوهوش هي كاد صغيرة هو المضمن ده عمتن مرد يعني هو في الاول في الاخر طبنا يشفيه بس انا مش ذنب ان انا عيش مع واحد مريد المريد يتعالج مش عايش معي هي مدوت لو ما بتحبوش ما كايتش استحملت كل ده هو الحب دافع بس خلاص ما فيش حب يخلي الواحد يوصل للإهل انا لو ما كانها انا عن نفسي هنفصل عنه ما ينفعش اتكمل مع واحد بيعملها بالأسلوب ده لو هي تمسكت يبقى هي اللي بتجي على نفسها غلطة ان هي عارفة ان هو مود منه بتاقي تغلب منه كتير كان يعني كان الافضل ان هي حتى تتحاول تبتعد او تتعمل اي حاجة ان هي ما تجيبش الاطفال دي كلها صح ان هي تبتعد عنه او تبلغ فيه عشان تقدر تربي عيالها الزوج المدمن لو عنده عزيمة ان هو يتعالج عشان خاطر اسرته وعياله ويقعد في مجتمع كويس ممكن يتعالج انصح مرفض بانها تبتعد عنه وتحاول ايه بقدر الامكان ان هي تربي عيالها في مجتمع حلو عن كده والله هي فيه طبعا مآخذ عليها وفيه مآخذ علي المآخذ اللي عليها ان هي قبل ما تتجوزوا ما سعلتش عليها ده اول حاجة ثانيا ان هي لما عرفت استمرت على وضعها ده في حد ذاته خطأ لان هي كان المفروض تعالج الموضوع ايما بالرجوع لأهله ايما بوضعه ما صحة باي حال من الاحوال وهو غلطان طبعا ما فيش صراحة من البداية ان هو مدمن او حاجة زي كده ما صرحهاش ما حاولش ان هي تساعده وتعالجه ولما مثلا تمادى وخلف وبقى عنده اولاد المفروض كان يحط تحدي للموضوع ده يلجأ لمصحة يلجأ لدكتور يعالج نفسه باي طريقة خصوصا بقى في اولاد تبلغ عنه ايه تبلغ عنه الشرطة مثلا هل هو عليه معلش هو المفروض ده مريض نفسي او ده مريض بالادمان هو المفروض يدخل مصحة تبلغ عنه اه مصحة نفسية او توديعه مصحة نفسية ده ماشي طبعا فيه اولاد الاولاد هم اللي بشيلوا النتيجة للأسف السيئة اللي زي دي بقدر الامكان والله فيه وجه للاصلاح تحاول تصلحه مفيش وجه للاصلاح او من البطل وكده يبقى تنفسه الزوج المضمن مش ممكن يتعالج لان الادمان يعني ما بيتعالجش بسهولة لا مش تستفيد حاجة لو بلغت عنه لان هي تبلغت وقول ايه يعني هي ده اختيارها من الاول وتتحمل نتجة اختيارها انصح ان هي سيبه والاولاد هيكبره ويتعلمه كويس وهيعيشوا احسن من غيره لانه هو هيأثر عليهم بالسلب بعد كده خلفت منه كتير وهي عارفة عيوبه ده اكيد مش صح لان هي كان اختيارها غلط من الاول وكملت في الاختيار الغلط وكمان ربطت نفسها بيه ان هي خليتت منه عياله انا مبسوطة جدا يا راحب من رأي الشيرة او جدا بس تفتكري الاول هسألك سؤال قبل ما نقشف اراءهم انه الغلط على مين على ميرفت ولا على اهلها اهلها رقم واحد مجتمع رقم واحد المجتمع رقم واحد وهي 70% متخيلة الترتيب غريب بس دايما بنقول لك انت نتيجة 5 اشخاص حواليك يعني انت كسالي انت نتيجة 5 اشخاص حواليك هما بيسابورتين ازاي بيدعموك ازاي بيقولولك ايه اه واخدينك في اي تراك مين هما الخمسة الاقرب خمسة لك اقرب خمسة لك في حياتك اه يعني الام والاب والاخ ايان كان على فكرة ممكن ما بيش الام خالص والاب ممكن يبقى صحابك الخمسة اللي حواليك يعني انت تشوفي صحابي تقولي دول شبهي اقول هما دول اللي بيزقوك انك اتي تنجحي او بيزقوك انك تقعي دايما بقول كده او ان هما دول شبهي لو هما مشين يمين يبقوا شبهي السابورت سيستم هي دي هي مش غلطانة وهي لحد اول سنة جايز اوكاي لان احنا بنقول بعد 21 سنة انت بلغت وصلت من الفكرة ان البلوغ او النطج النفس الكامل فانت مسؤول تلي على قرارك خلاص يا حبيبي ما ترميش بقى ما ترميش مشكلتك على حد ات خلاص كبرت 21 سنة انت بقيت عارف الصح ابن غلط ايه مش محتاج بابا 18 سنة برضي ما لو تلك هي مش غلطانة لحد ما وصلت 21 سنة خلاص كده ما كانت خلاص لبسة ببنتين جميل اطالة ازاي وانا معاي عيال يعني ايه ما هي دي بقى الجملة انت عزين الروح فين هياخد عيالي مني هي اتصرفت قريدي هي قريدي اشتغلت هي قريدي اشتغلت هي قريدي اتصرفت بس انا بحبه وبغيره علي هي فهما ازاي هو موضوع ضعفة مش حب هي مكتمع او comfort zone ما فيش comfort zone اصلا لا انا تعلقت بي انا مش اجرب حد تاني لان اعرف احسن من لما اعرفوش يرحال خليني اقولك بيسموها بقى كده عندهم comfort zone انا مرتاحة كده مرتاحة هي مش مرتاحة اهو كان فيه ضرب فيه اهانة فيه بس مش هينفع سيبه ورح لرب تاني طب خلاص لك انا بكنا ما قلتش كل حاجة بمملاس بالان اه طبع لا فيه تاني طبعا اه ممكن تسأل بناتها هي ممكن تتفاجأ ببناتها هيقول له حاجتين ما تعرفوش من باباه اوكاي لان المضمن غير رواعي تماما لتصرفاته ما بيشوفش ان ده بنتي ما بيشوفش ان ده ابويا ما بيشوفش ان ده امي تسألك على السؤال ده انا مش فارق معي اي حاجة دانية هو فعلا ممكن ما يشوفش ان ده بنتي خلاص فممكن نسر ببنته عادي جدا والعيال دول يتقزوا سبب باباه في يوم الايام بعد واحدة وشرين سنة هي قزت عيالها وقزت نفسها يعني ممكن يشوف بنته حد تاني ممكن يشوف بنته حد تاني ممكن يسرق بنته ممكن يسرق مامته ممكن يسرق باباه ممكن يقتلي حانا اكتفي بالسرقة حانا اكتفي بيها اوكاي فهي حاجة كتير قوي هي ماريتهاش عشان برضو خايفة من عتاب المجتمع لي فالمجتمع رقم واحد لان الاهل فكرة الطلاق بالنسبة لهم مرفوضة ليه يعني ليه لا واحنا اغلبية المجتمع عندنا فكرة الطلاق بالنسبة لهم مرفوضة لانه انت عايزة عايزة الناس تكرم علينا انت عارف عن ايه مطلقة يعني تخرج بحساب وتمشي بحساب مالكيش خطوبة لو عرفتي حد انت عايزة بضحينة ما انت معاك يا عيال مين هرده يتجوزك اصلا انشلتك تقيلة كده انا بدلا ما اسألها بقى انا عايزة اسألها مكملة ليه اصلا من الاول كملت ليه عشان المجتمع بيقولك لا اعملي كده فانت سمعت الكلام فاشليلي لا هو مبتلى حرم دايله حرم عليك دا هو مبتلى هي دي بقى الفكرة يا جماعة الادمان دي مش ابتلاق الله معفو عننا لا 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 دا مرد يا جماعة ما تتعاملوش مع الادمان الادمان دا على انه ابتلاق يعني ربنا يعشي يعني دا مش كيسوفينيا ولا انه يبقى عنده في صام دا مرد لازم يتعالج مرد مش فش حاجة اسمها ادعيله وفيها كانت تقالى ان اهلها واهله ادعيله ادعيله بقى لحدك دا لازم يروح يتعالج فين بقى بتقولك اهله واهله واقفينه واقفين فين حديك دا يتشال هبا يروح على المستشفى ومصاحة يتعالج موضوع ما فيهوش سنة فيه مش فيه فعلا خط نجدة للمصحات فيه خط نجدة للمصحات وفيه مستشفى حكومة موجودة جدا والفترة دي اكلمه قلوم عندنا في البيت مثلا مدمن لا موجود العلاج وعلى فكرة الدولة بتعالج الإدمان من غير تكلفة الى حد كبير فلأ فيه اماكن كتيرة ممكن تعملي دا ففين صبورت الاهلومة بيقولك برافو عليك يا كامبيلي لا بيقفوا جنبها بس بيقولك خلاص يا ميرفى تستحملي انا عارفة يا بنتي اللبني مثلا كذا وخلاص انتي استحملي بس هو فيه ربط ما بين المدمن والضرب المدمن والخيانة المدمن وانه يهاتي فلوس وانه بسديدهم لا كل دا بصي دا كل سلوكيات اي بي سي برضو إدمان ما احنا عندنا واحد غير واعي عنده العقل الواعي بتاعه مش موجود ما ممكنش بيدربها في الاول لا بيدربها من الاول من اول سنة ولو راجعنا له هتقولك كم بيدربها اوكاي هي قالت ان هو بيدربها الاول ما جابت التوقع ما انا استغربت لا حتى انا عطى ارقصك كذا مرة بيقولك بعد خامس عيل بدأ اضربها اوه هي مش عايزة تشوي صورته قوي اوه دا حتة بس هي ما بتحبوش على فكرة هي فكرة كلها ان هي مجبرة على الوضع دا لان كل الكميونيتي اللي حولها فين العشرة حالك بتكلمين عليها معلش ايه العشرة ايه العشرة الجميلة عشرة شخص ايه رحب كل دا ومش ايه دكتور العشرة الجميلة يعني عشرت يوم معاك ان احنا بنا خير و بنا مودة دا الجواز الجواز مودة بيكلم عليكي واحدة وبيضربك ومدمن ومش خايف علي عيالك وبيخليكي تستلفي من الناس وتسديهم انتي السند والضهر فين؟ اهو فين وليلي فين؟ ازاي كده؟ هي طبعا عليها لون كبير جدا وانا اصلا بمفروض ان اوتوماتيك اقولها انت مش محناك تتسأليني او تسألي اي حد تطلق لما قلنا لحد يتطلق بس في حالات دي ما ينفعش هي لو عايزة تحافظ على الباقي فانا شايفة سناريو بسيط كده وبرض ما عليش تعقيمة انا على بس انا مش عايزة تدخل اهلي او اخواتي يعني ايه الجملة دي ما عليش امال هم اهلي ليه؟ ما انا امتى هدخل اهلي لما يحصل ايه؟ طب انا عايز سألك لحاجة يعني احنا بنقول انه الضرب كمان لما واحدة تتضرب لانه في رجالة بقت عصبية قوي غصب انا بس انت زوء تعمل لما بتتضرب برضو بتقف نفس الوقفة بتاعت المدمن انه لازم اتطلق لا 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 دي كاس تاني خالص دي ممكن تساعد لا بس انا عشان اه انا عايزة اقول او لا انا مش لا اقاطعه بنعمل ايه؟ بنساعد نقف في ده غلط ده لازمته انت خلتين اعمل ده فانت عصبتيني فا ايه سبب عصبيتك فا اه هي بتجي كده انت اللي خلتين اخون انت اللي خلتين ادرابل معلش طبعا بسباص بسباص وهي عندها تقصير معلش انا دايما باجي الراجلي ويجي اقول انا عايزة اتجوز عمراتي بارجع لا هي الاول انت بقى مصرف ايه؟ والله اه طبعا ولو هو هي رحابل يعاني مش فاة اتدي لي بقى كيس لو هو مقصر هي تعمل ايه مش فاة؟ هل تلاقي حق انها تطلب مرة واثنين وثلاثة حقاها تقوله أنا عايزة واحد اتنين 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 اتنى كاربع و اه لي ما طربش مرة واحد اتنين بدلا ما يضرب قوي دي بقى الغلطة اللي بعملها الراجل او انت من حقق على فكرة ان كنت تتتجاوز تاني لو انت عندك سبب بس قبل ما تعمل ده واجه تحل مشاكلك الهول يعني بيجي يقابل يقولي هكذا عادي نتطلق سانية واحد جربتكم كل الحلول الأغلبية متحبش تواجه يعني الست عندها طاقة ان هي تقعد تاخده ده حرام الراجل برضو معندوش تقر الدرجة دي يعني برضو مش هظلمه في دي معندوش تقر نقعد يجادل ويقولك انا كانش قصدي الست ممكن تحكيلك من هنا البكرة ايه اللي حصل عشان انا عملت كده عندها حصلت 15 الف كلمة في اليوم ده حصلت الست اه رجاني عملت 3 تلاف 3 تلاف بتخيلنا احنا 3 أضعاف اكتر بال3 أضعاف ونحوشهم معناها 3 تقريبا او 3 تقريبا انه يا حرام انه فهمه 3 في 5 قام أستاشر هو بيتكلم 3000 كلمة هلس ربنا خلق لنا عقل دي عشان نتعلمه ولما عندنا مشكلة نحاول نصلحها صح كده انا عندي مشكلة مع امراتي فانا مش عايز اهد البيت الجملة المشهورة اللصيفة بتاعتنا مش عايز اهد البيت فالجأ لطريق تاني عشان بهدش البيت طب حالك حاولت في المحاولات التانية اللي هو العلم الناس متخصصة كلمت اهل الخبرة كلمت ماما كلمت بابا كلمت اهلها كلمت بيرك يا بابا كلمتها قول لها انا عندي مشكلة معك في الحتة أو كبرها وعايز اغير الحاجة دي معاك وتعالي من جسره الموضوع ده ما جابتش نتيجة حقك كتيرت تجاوز تاني وما حادش هيلومك لان انت خلاص حاولت انك تحيل المشكلة صح لكن مترش تجاوز تاني وعينتو الاصل وفاصل الاصل وفاصل دي كان يكلم واحدة قالك اما يجاوزش تاني مين قال نجاوز مين قال نجاوز تقولينا كلام غضبت ليه بس دلوقتي لا وهنا كله موحدة بس ما نجاوزش طبعا هاسألك سؤاله وهارجع للإجابة بس هتبقى بعد الفاصل الزوج المدمن فيه أمل فيه مش هاسأل السؤال أنا كنت هاسأله بس أجاوز ولا أعيز الإجابة بعد الفاصل هتنكوا بعد الفاصل استاني يا ترى لو الزوجة بعد الجواز اكتشفت ان جوزها بيشرب مخدرات بس هي خلفت منه بدل واحد لأ اتنين وثلاثة وخمسة وهو مش هيبطل ومش بيبطل وعيالها كبروا طب هي تصبر عليه بردو ولا تمشي ده أهم سؤال خرجنا بيه بعد الفاصل كنت بسأله ومنورنا النهاردة دكتور رحب عشان نعرف هنعمل ايه زيك يا دكتور رحب تاني أهلا بيك تاني وبروح نعم انا مش عارف فيه ايه لا انا عايز اعرف رأيك بان اخلاص عامل فيك حاجة في الفاصل وليلي بقى الموت بنعمل مع ايه بقى في الكيس دي ولا في العموم عشان في الكيس دي هنكالي خلينا نطبعهم عشان نقلتلك رأيك كنت تتصدامتي اه ميش لا بس هو يتشال اهلها ييجوا ياخدوه يحطوه في مصاح لو باباها ما هي خايفة على اخوتها خلي بقى لك المول منها ده اصلا في حد ذاته غلط اما هو انا اهلي سندي انا اهلي اماني انا اهلي لما يقتلي واحد فيهم او يضرب واحد فيهم بحاجة لا الموضوع اسهل من كده على فكرة موضوع العلاج بقى اسهل بكتير ومصاحات بتقوم بالدور ده توتالي لا وهو بيشد وجذب مش ممكن يأزي حد من اخوتها طبعا بس انا مش محتاجة تعمل ده خالص هي بتكلم مساحة الفلوس اللي هو بياخدها دي هي تقدر تعالجوا بيها على فكرة موضوع سهل اتشفت يس او تقعد في مكان طبية تسيب البيت تسيب البيت تسيب البيت ولا كنا منتكلم تحت الفاصل في حاجة تانية خالصة كنا منقول تعمل ايه هي تطلعوا بورا البيت ولا تعمل ايه مش هتقدر وهو هيرجع لها تاني لان ده المكان الامام بتاعه ملوش حاجة في ملجأ طبعا هيرجع تاني عشان يشوف هيرجع تاني مش هعمل كده لو تعالج بالطلاع ليه هو يقعد قد ايه جوا من يومان بستة شهور لا ده هيقعد ستة شهور ما هو الموضوع بالاكبار مش بمزاك الادمال يا هما مش بيطلعوا خالص مش ممكن يهرب المسؤول عن ادلاء المساحات فيها حتة امان اكتر من كده هما بيتعاملوا مع ناس احنا فاهمين شغلنا فاحنا عارفين الشخص ده تاني يوم عايز يمشي واول ما بيخلص الديتوكس يقولك انا زي الفل انا بقيت كويس انا تمام انا عايز اطلع اللي هما التلات شهور ولا التان دايز التان دايز هو باب يبدأ يفوق يقولك انا بقيت كويس انا عايز اطلع فطبعا كل الكلام ده بنخلطش بيه هو مينمم بيوض ستة شهور هو هو عايش معنا في المكان الشخص الوحيد المسؤول عنه هو يخرج هو الشخص اللي دخله يعني المريض ده عندنا مالوش الحق انه يطلع اللي ليه حق الشخص اللي دخله اللي ماضع على استلامه ممكن يبقى اخوات مراته ومش مراته اه اي حاج مسؤول عن شخصه هو ده اللي هيدخله هو المسؤول عن خروجه فهمتي كده الفكرة طبما المدمر مش ممكن يبقى يعمل جريمة هو مش ممكن في العموم ده كده كده ده اساسي طبما الواحد دي خاف انه يدخله المصحة ويطلع عملنا مشاكل لا ما احنا بنتكلم في بفور لو دخل المصحة هيطلع مش هيعمل اللي انت بتقولي علي ده هيطلع احسن بكتير يعني هم ممكن يجو ياخدون من البيت اه طبعا اه ده موجود المجتمع ليه مش فاهم ده اه المصحة بتيجي تاخده من البيت بدون اي وجع ومن غير اي حاجة بس طريقة بتبقى صعبة شوية على اهل البيت بس بيتاخد روح المصحة لا والناس فاكرين انه هو هتبقى فضايحة وفيش فضايح اكتر من اللي هو بيعملها لا معليش عفوا يعني هو الشارع كله مش عارف اهل اهل يعني يقولوا ان باباكي مدمن ولا يقولوا ان هو بيتعافى او راح المصحة من غير ما نقول ل اي حاجة خلص مش حتاجيني يقول ل اي حاجة هو اختفاء ومشتفر كتير من قصدي الشارع هيقول ايه يعني حالي بالك احنا بيهمنا جدا في الشرق الاوسط او في مصر كلام الناس اول يعني منفكر في العيب الاول وبعد كده نشوف المجتمع لكن عيب ان انا بقى مطلقة ومش عيب خلص ان انا عيش مع زوج مدمن بيقزيني انا وولادي كل انواع الازم لا بس متجاوزة مسطور يا حبيبتي على القالة مسطور مسطور يعني ايه السطر فكرة السطر فين فين الكلام ده اخيانا بقلنا سنين عندها نقاط قوة كتير عندها ولادها عندها اهلها دلوقتي يقدر يقول لها اوكي هي قريدي بقت صاحبة شغل بقت صاحبة رزقها فخلاص ما بقتش محتجاله في حاجة فيها لازم تحفظ على باقي من عمرها وتقوله سطر فانت لو اكرمتها هي تجت هناك ليه او انت لو عملتها كبير وحرمتهاش من حاجة اديتها على قد ما انت تقدر مش على قد ما انت عايز عشان تفرق على قد مقدرتي على قد ما انت تقدر تديها تديها مش على قد ما انت عايز تديها ايه يعني ايه لأ فرائيلي كده يعني رجالة تقولك ايه اوه ويه سريع يعني هو مثلا ايه بيديها مثلا جنيه في اليوم بس هو مقدرته عشرة بس هو لازم يديها جنيه عشان يحسسها انه هو بيديها جنيه فلو زاد ربع جنيه كمان يوها كده السوبرمان خلي بالي غير ان هي بتجيب ارشاة ست لو تجري في ايدها الفلوس بتبقى مشكلة كبيرة جدا ليه؟ بتقعد تحوش من ورايا وبعدين وبتجيب حاجات هتبقى صاحبة عقارات دلوقت استني انا شفتها بجد في بيوت والله اول واحدة بتطلع فلوس اول واحدة بتفك البك بصي وبتدي تجهز لك بنتك وده بيقعد يقول لها انت جدع انك عملتي كده انك حوشت جبتش رسمي لين؟ ما حوشش امر وقت بقلبك وانت مشو خبالك بس بس دي ستك جدع المصري العادية ده النموذج العادي يليك لقى دي اللي بتنفض جيوبي باللي انت مش جدع انت تسرقيني باللي بس بس في الاخر بيلي اه وقفة في ظهره بيلاقي البيت مش نقصوا حاجة من نوار من غير ما يتعب نفسه فده النموذج الصحف هو يعني ايه انا شخصيتي ضعيفة يعني انا وقفت عند حاجة كده حتى ما كنتش عايزة اقراها في القصر لو عارفة مش عارفة اقراها ما كنت رمية بتوجع قصر انا شخصيتي ضعيفة وانا فعلا شخصيتي ضعيفة ايه ده؟ نسقف لها ايه الفرق بيني وبينها يعني ايه شخصيتي ضعيفة؟ نفيش حاجة معا كده مفهوم الشخصية اللي انت بتبنين نفسك انا قلت النفسي انا ضعيفة فشكرا هتعمل انا ضعيفة والناس كلها انا مش ازاي خالص وانت بيجيبي القوة دي منين؟ ايه اجبتها من ايه؟ انا عم بربنا مسا لا ربنا اديني اداك كل اللي عندي صح؟ اداك جسمه وعقل ومخه وتعليم وتلفزيون اداك كل حاجة بيستعملهم ازاي؟ فهي استعملتهم ازاي؟ بس انا شايفة انه كل ما يعني انا كسالي كل ما بتستثمري معاه بيديك اكتر يا سبحان الله بيديك سكينة بديك صبر بديك طول البال بيديك هيبة بديك يعارفة لو هو غزبا عنك بتبقي قعدة ما بتتسرعيش بسرعة بيديك كل ده حتى لو انتي بتستثمري مع ربنا لو اللي بيحصل ده دلوقتي انا حاسة ان هي لا بتتوكل انه يا زي ما تيجي تيجي با زي ما تيجي تيجي واليوم بيجي بالتاني وهو ماشي والحياة ماشي والعلي الحمد لله النهر ده معظمش مصيفه الحمد لله النهر ده اه قاعد يعني هو دلاغي يتبق له فترة في البيت وبياخد اتاوة يعني ايه فيترا في البيت بياخد اتاوة يعني قاعد في البيت فهو عايز رجي الجي ارسكور يعمل ليجيب الماده بتاعته فبيперدأي اخد الفلوص بالعافية عشان ما يضربش was عشان ما ياخدش التلفزيوني بياه عشان ما يخدش خلاطي يكسروا على دماغ حد فيهم عشان ما يسرقش موبايل بينتهم فهي عارفة الكلام ده فبتدولي فرصة عشان تسكتهم فهمت؟ طب هي لو طلبت الطلاق قبل ما توديه ما صح لا طبعا هجوم هيصور عليها صورة يعني صورة فضيع ده لموالتكيش خلع لا 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 هي كده كده هتتخلق يعني لو هنتكلم في كلام الخلع كلام الخلع ده الحق كامل في الخلع بالسبب ده بس على فكرة وليه ما خدتش موقف لما واحدة بتكلمها يعني أنا واحدة بتعرف جوزي هي اللي بتكلمني تسمعني كلام ما عجبنيش يعني ايه جماعة وهي دي مش اول واحدة ايه الجراء دي مش اول واحدة ايه اللي زيزة دي احبتتكلم في عشرين سنة ادمان صح من يما هي قالت واحدة بس هي ذكرت واحدة لا هو اكتر من كده بكتير هي لوصلت لوحدة هي مربت مش ولا هي مش عايز تشوي صورته لا هي مش يعني عارفة هي ما قدرش تقول كل حاجة او الكلام كان كتير يعني فما قدرش تقول لها لكن هي مش اول واحدة مش اول مرة ولا في ستات بسبب مشاعرها الزيادة انا دامني يقول لك خليبلك هو انت عارفة من اللي عايز عليك هسلي عارفته ونو مين مرفض ما تهزريش بها مش هو اللي عايز عليك هي اللي عايز عليك ليه يا داكت علشان هي عملت كل حب بلط لا بس احنا عندنا الستات بتتعلق قوي الشجات اتاتشت غزبا عنها وده هي لسه صغيرة قوي شواز اتين انه 18 سنة واول راجل تعرفه في حياتها فالستة عاطفية قوي غير الراجل ممكن تراضي علي اتاتشت لايه انه راجل فين موجود نموذج جاية تشتكي دلوقتي فمين اللي عايز تعلق مين اللي عايز اتاتشتكي خلي بالك دي ببعض مفلقة بالنسبالي انه ولادها هي حاسة انه ولادها بيضغطوا عليها فهي جاية لنا عشان نقول لها لا اولادك غلط لا اولادك صح انت اللي غلط فيه ولاد يقولوا اموهم تتطلق من باباهم احنا سعب نقولها في التهريج عادي انت بدي اندري خليك باستحميل الراجل لجوه ده بس نقولها جد وعلى فكرة وما قالوها من زمان برضو بش جديد بس دلوقتي الزن زاد الزن زاد فعشان كده هي هقلت يلا بينا ولا دلوقتي التانية شكلها هتتجاوز اللي بتساعد فهي عايزة تسلت اضافة بتقول لها ماما تطلقي وانا هساعد او في حاجة في حاجة نقصة في لا بوسي مش حاجة نقصة هم الولاد لما كبروا شافوا الوضع بدأوا يقيموه عقليا انت بتستفدي ايه من وجوده هو جوه بيبهدنا وبيزعق لنا وبيسرعنا ودرك وضررنا كلنا بتستفدي ايه فهما ده بدأوا يفكروا انهم لأ يلا خدي قرار اني القرار بتاعها بس هو شوية ولازم الاهلي يتدخلوا وهي مش حاجة اسمعلي مش هتدخل الاهلي عشان مش رايك لي تانكيو الاهلي هم دول التعلي طيب تقولي ايه بقى لكل ست زي ميرفت لان انا الاغلبية في في المجتمع كده انه انا احنا عارفين كل الفئات بتفرج علينا بس في فئة معينة كده بيبقى فيها الزوج مدمن يعني انا كنت تعرف واحدة كانت بجلنا البيت وكانت تحب تاخد اللبن انت بتقولي سلي عندكو لبن سلي عندكو لبن ليه يا بنتي مش اقول اسمك يعرف نفسها ليه يا بنتي هتقولي ليه هتقولي ليه هقولك اوه انا بحط بقى قوي لحد النهاردة انا كنت بشوفها ست جدع كنت صغيرة انه ليه يا بنتي عشان هو بيتعافة فبيشرب لبن كثير وشارف ايه انشيز اوكي يعني هي اللي بتخدم في البيوت بتساعد في البيوت وهي اللي بتشتغل وهي اللي بتجيب القرش وهي اللي جدع وهي اللي بتعد تساعد الناس في البيت يعني وتخدم معينها وهو بعمل انت قلت بيتعافة يعني هو بيساعد نفسه ان هو ييتعافة سوالله هي مشت بقى كتير ما عافش وتعافة ولا لا ده بيجيب نتيجة اه حالات كتيرة جدا بيجيب بس نكمل المشوار ما بيقفش ان انا بعد ستشوار روح هستحمل قد ايه نكمل طب نرجع تاني للسيدات اللي عندها زوج مدن يس حقك على نفسك ان تتقولي استطاب وحقه عليك انك تتساعدية تعاليك مرة اثنين الثالثة امشي مرة اثنين الثالثة امشي ده لو كانوا الاهل السابورتيف لو كانوا اهله معايا انسي الاهل خلص انتي وهو كفير فريدي اهله مش موافقين ان انا وديما صح القاعدة الاولى في العلاج هو ان المريض نفسه عايز يتعاليك لو المريض نفسه مش عايزه وعلى فكرة ده مش موجود في الادمان عادة ايه بقى فبيبقى بالاجبار الاول اول ما يفوق يبدأ قولك انا هايز تعاليك اوكي فعى الزوجة اول ما تكتشف لا بس يدقى فوق بعد ما اعمل كارسى يا رحاب بعد ما يكون ضربها عالقة بجد عمل لها حاجة ايه حاجة فيه مصيبة حصلت لأولاده بيتفرجوا عليه اول ما تكتشف ما تعملش زي مرفت وتكبر دماغها لا اوقفي وقولي انا عارفة ان انت عندك مشكلة يلا نحلها حلها بقى سهل الادمان علاجه بقى سهل يا جماعة الادمان بقى سهل هو بياخد وقت قوي بياخد مجود بس بقى موجود ما كانش زي مش زي زمان زمان انت ما فيش علاج دلوقتي في علاج فقوق فيه مع جوزك لانه حق عليه كانك تقفي معي اعتبن الادمان مرض زي امر مرة التانية التالتة امشي كمليش اخر حاجة هسأل هالك كده انو بياخد Grandma احصائية ما ينفعش نحنا عمل عنها احصائية في المجتمع بس بي عرف وبيجوو Sustainable اع algunas عدد ان ان لازم ان ي obt disappearing عد الميلايد راد أن يصبح لازم ان يريت شراء لازم ان انت هر kuشب angин هر لازم ان يتحرك ليس لازم مت dance يعني محацион بعد سن احتاج الاغلبية الاغلبية اه لأنه إحنا عندنا حاجة اسمها الميرورينج المراية أنا الإبن بيشوف بابا فبيعمل حاجة اسمها بلو برينت البصمة اللي بتموجودة في اللاوعية عندك عن شكل الكوبية اللي بابا كان بيشرف فيها وهو صغير فإنما بيتبر بيبدأ يطلع الزاكرة دي يبدأ يطبقه نبدأ نشرح ويعترف الأب أنه بيعمل باتها بيعمل عادة سيئة وعايز يتخلص منه يبدأ فعلا يحاول يتخلص منه لو مش عايز ابنه يطلع زيب فالمرض النفسي عموما أو أي مشكلة نفسية بتطلع بعوامل مجموعة مع بعض اسمها زملت حاجة يعني أسباب فعش نقولي أن الوراثة سبب واحد لا هي وراسة مجتمع بيئة تعليم الأب والأم فهمها مجموعة مع بعض فلما تبقى الأم عندها اكتئاب ممكن يبقى اكتئاب عرضي يعني اكتئاب جيه من ديجة صدمة ممكن يتنقل الابن لو ما فيش عوامل ساعدته ونهو ما يبقاش موجود فهمها؟ لكن لو في عوامل خليتو أنه بعد مامتو تعالجت بسرعة فهم كبر خلاص المعظمة بيحسوا بيها حتى يعني فهم ما يقولك ماما يعطول بتعايتو أنتي بتعايتش ليه مثلا متلاقي أطفال بيقولك كده لا أحبين بعادش أنا بعي على طول في أطفال كده نورتيني في جديد يا رحاب شكرا لك نورتيني النهاردة وكلام معك ما بيخلصش شكرا شكرا يعني ما فيش حاجة تانية تتقال خلاص بس في نهاية حلقتنا طبعا بشكر دكتور رحاب وإحنا قلنا لك يا مرفة تعملي إيه من وسط الكلام إحنا مكناش عايزين نقولها صريحة بس إحنا حاولنا ودورنا على حلول كتير معاكي ويرب تختاري حل من دول ما تخفيش بس كده بشكركم جدا وهستناكوا في حلقة جديدة وقصة جديدة بس تكون حقيقية باي باي اشتركوا في القناة